اهلا بحضراتكم من جديد طبعا يعني النهاردة هو يوم استثنائي علشان كده احنا يعني عاملين سترس جامد قوي على هذا الموضوع اليوم استثنائي في المجتمع المصري لانه بيشهد اول تطبيق لقرارات فتح للمقاهي ودور العبادة بعد اغلاق استمر لأكتر من 3 شهور الحقيقة انه على قد ما فيه ناس كتير طبعا سعيدة جدا بالقرارات دي الناس طبعا لتضررت اقتصاديا اصحاب الكافيهات وغيره لكن الاغلبية العظمة برضو خايفة جدا حطين اديهم على قلبهم وده لان فيروس كورونا لسه يعني هو لسه موجود يعني خلينا يا جماعة بس ما نخلطش انه الكافيهات فتحت فده معناه انه الفيروس مش موجود لان الفيروس موجود ده بالعكس ده الاجراءات الاحترازية هتبقى الضعف عن الاول لانه انت عارف انه فيه اماكن دلوقتي تفتحت اي نعم نسبة الاشغال هتبقى 25% فقط ولكن برضو هتبقى انت قاعد قلقين ايه الاجراءات بقى الوقائية اللي احنا هنحتاجها هيكون شكلها ايه في مرحلة الفتح او مرحلة التعايش مع كورونا والموجة الاولى لكورونا في مصر وصلت لحد فين كل الاسئلة دي واكتر هنعرف ايجابتها مع ضفنا وهو دكتور اسلام عنين استاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الاوبئة اهلا بحرطك يا دكتور اهلا وسهلا سواء الخير تاني لقاء مع حضرتك وبنستفيد منك كتير اهلا بك مرسي في البداية بقى خلينا نقول يعني مرحلة بقى الفتح ما بعد انتشار كورونا او مرحلة الفتح في مرحلة التعايش مع الفيروس هيكون شكلها ايه طيب يعني خليني ابدأ باللي انت قلتيه في المقدمة يعني لان النهاردة مش عيد الناس كان بتحتفل مبارح زي ما يكون النهاردة العيد ومبارح الوقفة اه وانا جايلك النهاردة شايف ناس وقفة عند القهوة مستنية القهوة تفتح فهي بالضبط زي ما انت قلت احنا بنفتح الاقتصاد عشان الناس اللي عندها شغل وتضررت اقتصاديا مش عشان الفيروس انتهى فبالتالي احنا محتاجين نجد التوازن ده الناس اللي فاكرا ان خلاص طالما الحكومة قالت ان احنا هنفتح الاقتصاد ان احنا خلاص سيطرنا على الوضع لا احنا لسه حتى مش متأكدين ان احنا وصلنا للزروة الارقام لسه بتزيد اغلبية السيناريهات ان احنا هنفضل لغاية اغسطس فبالتالي احنا دلوقتي محتاجين ناخد اجراءات احترازية اعلى من الاول بما اننا بينا في الشارع اكتر ما احنا عادين في البيت فده النقطة اللي الناس محتاجة تاخد بالها من انت هتنزل بدون داعي ما لاش لازمة الموضوع ده موضوع معمول عشان الناس اللي بتشتغل عايزة ترجع الشغل الناس اللي عايزة ترجع مصانع وهكذا مش عشان ان احنا ننزل نتفسح وخصوصا لو حد كبير في السن حد عنده امراض مزمنة يبقى الوضع كما هو عليه خطة التعايش معمولة عشان الاقتصاد مش عشان الترفيه فيه ناس بعد هذا القرار اللي هي قرية دي ملتزمة جدا بالنهاية يكون فيه حظر منزلي والالتزام الاجراءات الوقائية ومبيخرجوش للضرورة قالوا احنا هنستمر على نفس الوضع ولا كأننا سمعنا حاجة ولا كأننا عرفنا انه فيه فتح كافهات او ان احنا هنفضل في الشوارع لساعة عشرة فيعني احنا هنلتزم بالوضع وحنفضل قاعدين في بيوتنا تعالى نمسك الناس الملتزمين الاول نقول هل يشددوا ايه زيادة عن اجراءاتهم الاحترازية بعد فترة انه بقى فيه فتح يعني ده معناه ان انا معرضة برضو انه قابل ناس عرضت نفسها لانه تقعد محد عنده كورونا في كافهة الله اعلم يعني الناس اللي التزمت ودون ناس جمال يعني هيبضل زي ما هو هو مش مضطر ينزل ده كويس جدا الحاجة الوحيدة اللي محتاجين يخلوا بقانهم منه هو ضيوف لانها طالما الناس بقى فيه اختلاط احنا دايما بنتكلم في كل مرة عنه ان الشخص المصاب بيعدي كام شخص سليم فمتوسط العالمي ان الشخص المصاب بيعدي من اتنين لتلات اشخاص سلام ما شاء الله فالمفروض ان ده بيقل احنا الفترة اللي فاتت قلت يعني الشخص المصاب بيعدي تقريبا اتنين او اقل ناس سلام ده حاجة في منطقة الخطورة فلو ده زاد تاني لو ابتدى الرقم ده يزيد تاني هنوصل للارقم تاني تبتدي تعلى طبعا فالفترة دي محتاجة تباعد اجتماعي زي ما هو محتاجة كمامات بقى اجباريا اجباريا لمية في المية من الناس موضوع الكمامات ده يعني كل الدراسات يعني كان فيه دراسة في امريكا مؤخرا على تأثيرها على الكيرف وعلى الاصابات وجدوا ان لو 80% من الشعب واحنا فتحنا الاقتصاد وفيه تعايش 80% بس لابسين كمامات مش 100% الكيرف يخلص بسرعة جدا والموجة تخلص لو طبقنا على اركاب مصر في اول اغسطس لو 50% من الشعب هو اللي التزم و50% لقى من الناس اللي في الشارع الكيرف يمد ممكن ما يخلص في اغسطس ممكن يكمل لو 20% بقى يحصل تفاكم بيسموه سيرج يحصل تفاكم في الاصابات يبقى زي الموديلز بتاعة امريكا اللاتينية واروبا احنا مش عايزين نوصلوا احنا نقول الناس احنا سلحنا الوحيد طالما موجودين في الشارع هو الكمامات سلحنا الوحيد للناس الملتزم وقاعدة في البيت لو وجلهم اي ضيوف من برا برضو لسه فيه تابعة اجتماعي وبرضو فيه كمامات عشان نعدي الفترة دي وزي ما نقول كده نخلص لان يعني انا عارف الناس زهقت كلنا زهقنا مفيش حد ما زهقش يعني بس عايزين هتخلص بسرعة بقدر الله لو حصل تفاكم تاني في الاصابات هنزهى اكتر لان غالبا هنقعد تاني بقى في البيت اكباريا الحاجات هتقفل صحيح كله هيتقزي برضو تاني كله هيتقزي تاني ده حقيقي طيب نيجي بقى عند الافراد اللي تضرروا نفسيا يعني مش حاجة على ماديا دلوقتي لهم اصحاب الاشغال يعني ولكن الناس اللي هي تضررت نفسيا من ان هي متعودة تصلي في مسجد او تصلي في كنيسة ما كانتش عارفة تتجمع التجمعات للصلاة او الناس اللي نفسها تروح الكافية حتى تشم هوا وتشرب كافية مش لازم طبعا شيشة فيه شيشة خلاص ايه الاجراءات الوقائية اللي يتخذوها لو قرروا ان هم برضو ينزلوا من نفسهم يعني يعودوا شوية لو كلمنا على الجوامع والمساجد عموما هي اجراءاتها سهلة بسيطة زيها زي الاجراءات الاقل كمان من اجراءات لوحد رايح مول مثلا فالاجراءات هو ببساطة ما ينفعش يستخدم الميضة وما ينفعش يتوظف الجامع يتوظف بيته بينزل معالم صلية بتاعته الجامع نفسه بي معلم علامات اكس مسافة مترين من كل واحد والتاني خلص الصلاة وبيمشي جاي مرتدي كمامة وللأسف يعني الناس الكبار في السن عندهم امراض مزمنة انا عارف قد ايه الموضوع ده صعب عليهم جدا بس على قد ما تقدر لو الجامع اللي جنبك زحمة وعارف ان انت هتختلط بناس صلي في البيت ده مش حرام ربنا يعني يصل هلنا الكنيسة نفس الكلام لازم يفيتها بعده اجتماعي اللي عارف برضو الكنيسة هيبقى متحدد علامات اكس ما بين كل مسافة مترين من كل شخص والتاني الصلاوات المجمعة هي كده كده وقفة سواء الجمعة الصبح والحد الصبح للكنيس واليوم الجمعة للجوامة ده بالنسبة لدور العبادة بس طبعا نفسيا الناس مستريحة اكتر ان دور العبادة فاتحة كنا فين وبقينا فين يعني على اقل اه بس هتتحكم ازاي برضو يعني حتت ان اشغال الجامع يبقى بنسبة مثلا خمسة وعشر لقونا خمسة وعشرين في المية ما هو انا حمن يعني من الناس ستلاقيه في تضفق برضو ما كل واحد عايز يبقى من الخمسة وعشرين في المية لمختارين عشان يقعرف يصلي الفرد بتاعه حيتصرفوا ازاي في المساجد هل حيمنعوهم بقى من يعني فيك يعني انت تطرقت النقطة مهمة مش بس في المساجد في الكافيهات وفي كل حاجة بالزبط اه ازاي عارف اعمل كنترول هو خطة التعايش دايما بيبقى ليها تلت اطراف التلت اطراف لو ما شاولوش مع بعض خطة نفسها ما بتنجحش طبعا الشعب بس الشعب الواحده ما ينفعش احنا شفنا انجلترا اللي حصل فيها وامريكا مبرح الشواطئ في انجلترا كانت مليانة الافات على البيتش حاجة مش طبعية اكتصورة دحك بالصراحة يعني اسمها الكوميديا سوداء لانه احنا عملين نقول ايه يعني فيه ناس اللي هما بقى كالعادة عندهم عوضة الخواجة يقول لك اصل وعي الشعب المصري مش زي وقت لا ده طلع هي قصة بني آدم وفيه ازمة انسان مش ازمة بقى شعب عن شعب كلنا شبهها بعض كلنا واحد يعني فلاخل ما ينفعش في اي دولة نعتمد على وعي مواطن فقط الموضوع بينجح الموضوع لا بحصلش في اليابان اليابان البلد الوحيدة حصل فيها كده واحنا مش اليابان والاوروبا مش اليابان لا احنا دايما بنقول كوكب اليابان اه دول يعني خلاص بقى دول استثناء وهما اثبتوا ان هما استثناء من زمان يعني فخليهم فده الطرف الاول بس ده عمره ما بيتحرك لوحده الطرف التاني هو بيبقى لسلطة انه لازم بقى فيه حزمة اجراءات وقوانين تنظم الموضوع الجوامع محتاجة انه يبقى علامة اكس ده اللي مش واقف على اكس يوقفوه مع الاكس بسلطة معينة لغاية مجامعة يتملي والباب يتقفل خلاص نفس الكلام في الكافيهات محتاجين بس هالفكرة بقى في صعوبة كام حد محتاجينه من السلطة يعدي على كام كافية وقهوة في مصر عشان يتأكد من موضوع ده هو الضغط هيكون كبير جدا الحاجة التالتة وده بقى المهمة المسؤولية الاجتماعية عند الشركات والمصانع واصحاب الاعمال صحيح هو دايما التالت اطراف اصحاب المصانع والمعامل حتى لو مش تكلمنا على الماكن الطرفهية مسؤولين عن حماية الموظفين اللي عنده يعني ما ينفعش بقى خاطة عبق مادي على الشخص اللي نازل من بيته وبيشتغل في مصنع العبق المادي ده يقع على صاحب المصنع ده اللي بيحصل في كل الدول لان احنا بنفتح الاقتصاد عشان المصانع تشتغل والشركات تشتغل لازم من الجانب بتاعه يبقى هو شايل جزء من المسؤولية الاجتماعية دي بيحمي الموظفين بتوعه بيحمي العمال بيتأكد ان الاماكن اللي بيشتغلوا فيها متطهرة كويس ومتعقامة كويس جاب لهم ادوات حماية بيدي لهم توعية وهكذا التلات اطراف اشتغلوا مع بعض هيبقى فيه خطة تعيش فيه طرف منهم تقاعص ومرضاش تشتغل غالبا الارقام بتاعنا ده اللي شفناه احنا مش محتاجين نعيد انتاج العجلة احنا شفنا البلاد التلاتة مشتغلوش مع بعض الارقام بتاعلى نرجع تاني نقفل التلاتة اتضرروا وهي كذا هي فيشل سايكل يعني دايرة مغلقة وعملت لف طب يعني بما ان حضرتك بقى استاذ فيه اقتصاديات الصحة الرؤية بتاعتك لللي جاي هل شايفها ان خلاص الحياة ما بعد احنا كلنا عارفنا خلاص ان الحياة ما قبل كورونا غير خالص الحياة ما بعد كورونا هل حضرتك شايف ان القصة هتمشي بعد كده ان هي هتفتح شوية فالاصابات تزيد فتقفل تاني فتهدى فتفتح شوية وهيبقى خلاص هو دا بقى سلوب الحياة للكوكب بقى الارض سكان الكوكب ولا ايه شايفها ازاي كل سؤال حلو جدا وهو دايما احنا بنربط دايما التلاتة اللي مربوطين ببعض انتشار اوبئة والاقتصاد والسياسة الصحية التلاتة سايينسز بتدرسوا مع بعض وهم ليهم علاقة ببعض احنا دلوقتي يوم 27 النهاردة فتحنا الاقتصاد وناسا تنسل لو حصل زحمة دا هيبان امتى هيبان ما بين يوم 5 يوليو لعشرة يوليو احنا مرقبين من 5 لعشرة يوليو والارقام ما يبقى شكله عامل ازاي لو لا قدر الله زادت الاصابات هتبتدي تبان دي معناها ان على يوم تقريبا من 20 يوليو ل25 يوليو الوفيات كمان هتزيد ساعتها هيحصل اغلاق تاني لو الناس التزمت الفترة دي والاصابات مزادتش ما بين يوم 5 لعشرة ان شاء الله ترجعتين نرجع بقية اقتصاديا لو الناس التزمت انا شايف فيه فرصة للدول المتوسطة منخفضة الاقتصاد زي مصر مثلا ان احنا نقدر نستغل الازمة دي لصالحنا لو عرفنا نسيطر على ارقام لان الدول العالم كلها عندها تضرر رهيب احنا عندنا مدن سحلية كثيرة ممكن تتقفل بصفر اصابات ونبقوا متأكدين ما خشتاش حد وتتفتح سياحيا عندنا اكبر مصانع ادوية مصدرة للأدوية في افريقيا نقدر نحن نزود الانتاجية بتاعتها ونصدر كل الأدوية اللازمة لأفريقيا عشان الحماية من كورونا وهكذا عندنا كمية مصانع مستلزمات عندنا اعمالة رخيصة او نسبيا اقتصاديا للدول اللي عايزة تعمل اوتسورسنج او اللي عايزة تحول الاعمال زي كول سنتر وزي خلافه نقدر نشتغل من البيت احسن فاحنا عندنا فرص جيدة ان احنا ننهض خصوصا العالم كله نزل الناتج قومي محلي بتاعه في حدود خمسة في الوقت احنا كان عندنا احسن ناتج قومي محلي السنة اللي فاتت في افريقيا وشمال افريقيا الوضع بتاعنا تضرر قليلا لكن لسه عندنا فرصة في العمالة لسه عندنا فرصة في التكنولوجيا المصريين شاطرين في الاوتسورسنج لحاجات الكل سنتر لحاجات التكنولوجيا لحاجات الاي تي دي لو عرفنا نزبط فكرة كورونا والاصابات مزيتش نقدر نخرج من الازمة كسبانين مش خسرانين تمام الاندار يا دي وبداية تعودة النشاط الرياضي انتعرف الماميز بقى والولاد حاجوا يتمرانوا دي حتتحكم ازاي يعني حابق شكلها ايه 25% في النادي انتنتصرف ازاي ايه السلوك اللي لازم تلتزم بيه الام والاولاد لما يبتدوا يروحوا يلعبوا رياضة في النادي نفس النقطة هنرجع تاني ان النادي نفسه محتاج احنا تعرفين كلنا ان النادي بتبقى اشتراك شهري حتى كل الاطفال بيروحوا بيشترك شهريا محتاجين نتأكد ان هم هيقللوا عدد الاشتراكات شهريا في التمرين يعني هو الناس كلها بتقول هو البسين بيعدي البسين ما بيعديش بس كل الناس مش لابسة كمامات على البسين الولاد مش هيقدروا يلبسوا كمامات طبعا الاهالي زحمة جدا على البول لو عرفت يعني احجم الموضوع ده ان ما يشتركش اصلا شهريا غير نسبة قليلة يبتدي الارقام تقل طبعا الكورة نفس الكلام كل الانشطة الرياضية نفس الكلام لكن في الاخر اللي احنا بنقوله يعني لو الاطفال هتلعب في مكان او مودي الاطفال التمرين او حتى ناس كوارده تتمرن ينفع تمرن وفيه واخد بالي يعني لابس كمامة سايب تبايع ودكتماع على قد ما اقدر موضوع صعب لقيت ان موضوع صعب بلاش هي كلها شهر احنا قدنا 4 شهور حسيت ان الموضوع مش امان لي والعيلتي والطفلي بلاش شهر كمان استنى اشوف الوضع عشاكل عامل ازاي واحاول اشوف مكان اهدى وافضل زي الجم الناس كلها مستنى وردو الجم يفتح الجم لو زحمها هيبقى كارسي ده من اكتر الاماكن اللي فيها سوائل وعرق واختلاط ما بين الناس لقيت الجم زحمها مش لازم خلاص انا سنتي 4 شهور استنى شوية كمان ناس كتير شايفة انه الشواطئ اولا ده مكان مفتوح قاعد يقولوا الشمس بتقتل الفيروس مية الملح نفسها مية البحر الملحة دي بتشفي من امراض كتير اه يعني تعتبر مطهرة يعني لحد كبير فازاي اتمنعت الشواطئ يعني علميا ايه انا حضرتك عشان بس المشهد بتاع انجلترا يعني هو ما يدروش سيطاره قوي عشرة لكن لو الشواطئ مثلا على مسافة كل شخص والتاني وهنا مسافة بقى مش مترين هنا اكتر يعني هو من باب الامان ان انا مش حق دراحكم الزحمة وخصوصا ايه حتى من مترين اه لان الهول اللي على البحر بيخلي حتى تطير اكتر من مترين فبالتالي انا مش طب ده احنا كده حننسى البحر فترة طويلة صح؟ الا لو حد يعني الصيف ضرح علينا خلاص مبدأيا اه يعني انا لسه بنعمل ايه لابن لورة اختبار في الكافيهات فيعني ننسى دلوقتي على اقل الشواطئ العامة طبعا كلها لسه دمها كتير جدا الشواطئ الخاصة بتاعت القوتلات لو عارف يحافظ على تباعد خمسة متر على القل من شخصه التاني هيكون كويس وده صعب طبعا لنغاية خطة 20-30 التنمية المستدامة فيروس كورونا دخل كده في النص يعني هجم هجمة مفاجأة تأثيرها ايه؟ هيعطل ايه بالزبط في خطة 20-30؟ هو هيعطل حاجات باسم تالي هيساعدنا في حاجة نيه اقول ممكن يساعدنا في ايه احنا كان في 20-30 عندنا خطة تستهدف ان احنا عندنا لا مركزية في القاهرة تمام دلوقتي احنا بتاني نشوف ان القاهرة فيها اعلى عدد اصابات قاهرة كبرى قاهرة والاليوبية والجيزة والفيوم ده وقت مثالي لو احنا عايزين فعلا نحاول نعلي من بقية المحافظات نحاول نوجه الاقتصاد والرؤوس الاموال انت لو عايز تفتح مشروع دلوقتي ممكن تروح تفتح في الاماكن البعيدة اللي ما فيهاش اصابات اللي هتبقى متأكد ان فيه عمال كلام ده لو عرفنا نستغله هنوصل لحاجة احنا لغاية دلوقتي مكناش عارفين هنوصل ازاي للمركزية في القاهرة والكبرى ده فرصة كويس الحاجة التانية هي فكرة التأمين الصحي والفلوس احنا كان عندنا مشكلة جديدة ان 20-30 مفروض يكون تطبق التأمين الصحي الشامل على مصر كلها اللي حصل صحيح حصل يعني اهلاك رهيب لكل البجت اللي محطوطة للصحة صحيح لكن حط العين والدوق على ان الصحة مهمة من تهيلي احنا مش هنجي تصعوب وبعد كده ان احنا ناخد ميزانية اعلى لوزارة الصحة وللأدوية وهكذا فنقدر نوصل اصرع احنا كان مفروض نوصل لـ 20-27 ان القاهرة تبتقي تخش في منظومة التأمين الصحي الجديد تهيلي يبقى اصرع كان عندنا منظومة الشرق الموحد وهي الشرق الموحد انها تنشأ تبتدي تشتغل دلوقتي اشتغلت اصرع عشان الازمة هي تدوق المصرية نفس الكلام فاحنا في حاجات تبتدي تتصرع بسبب الازمة الحاجة اللي تدررنا منها هي السياحة طبعا انا نتكلم في اعلى دخل موجود عندنا يعني السياحة دول غلابة قوي يعني 2011 اول قطاع الدر كان السياحة وملحقش يعني يقوم على رجليه رح برضو جات كورونا يعني قطاع حساس جدا هي فعلا جدا ودايما بيقولوا عليها يعني اقتصاد هاش لانه بتأثر باي عامل خارجي صحيح حتى لو بركان حصل في ايسلندر تلاقي الحسيحة عندنا تأثرت فهو ده قطاع الاول قطاع التاني طبعا قناة السويس تأثرت كثيرا يعني والتصدير وتحولات المصري من خارج دول اربع حاجات تأثرو واللي حاليا خلتنا نبقى محتاجين ان احنا الاحتياط بتاعنا النقضي يقل فمن محتاجين نزوده عن طريق البنك الدولي او عن طريق اي شيء اخر ده ينفع يتعود امتى لو خلصنا من الازمة بدري نقدر ان شاء الله السنة الجاية واللي بعدها نتعافى ناخد سنتين لو لا قدر الله الموجة دي طولت والاصابات طولت غالبا هنطول ممكن نقضي خمس سنين عشان نتعافى هنقدر نلحق نعمل نفس الخطة في 20-30 نلحق نقدر نعمل نفس الخطة في 20-30 لو عرفنا نستغل الحاجات اللي ممكن نطلع بيها من كورونا لصالحنا تعود الحاجة اللي احنا خسرناها في الاربع كطاعات اللي احنا كلمنا عليها هل نقدر نقول جائحة كورونا دي ابتدت يعني اتت بالضرر على من يعمل في مجال ريادة الاعمال المشاريع الصغيرة والمتنهيات الصغر وخصوصا انه دي كانت من ضمن ملفات 20-30 هو تشجيع ريادة الاعمال دي نقطة حلوبة قوي هو عموما الاقتصاد بيقوم على حاجتين حاجة اللي هي الشركات الكبرى ده تأثيرهم على اقتصاد ضعيف جدا ايه اللي تأثيره على اقتصاد ضعيف قوي شركات الصغيرة والمتوسطة ومتنهيات الصغر انه دول اللي بيحركوا دايما الفلوس جوه البلد وعلى مستوى العالم كل دول تأثروا كثيرا في كمية مشاريع قفلت تماما بسبب الجائح اللي مصر عملته من خلال البنك المركزين هو ابتدوا يدوا قروض او يتنازلوا عن الفوائد للشركات الصغيرة ومتنهيات الصغر دي حركة جيدة ان هما يقدروا يخليهم على قل يعدي الشهر اللي جاي بس لو ما كملناش الشهر اللي جاي لو كملت اكتر من كده هما مش يقدروا يستحملوا الدولة مش هتقدر من هي تعاونهم او تدي لهم تسهيلات اكتر من كده فبرضو دي لو تأثروا كل الاقتصاد بيتأثر دول اكتر حاجة بنقول عليها معيار للاقتصاد سواء الصحي او العادي فانا اتمنى ان هي تخلص بسرعة عشان دول العصب بتاع الاقتصاد النصائح الاخيرة اللي حضرتك ممكن توجيها لكل اللي بيشوفون دلوقتي اهم حاجة لو حد ما بيشتغلش وقعت في البيت وما فيش لازمة ينزل ما ينزلش الكمامات مهمة جدا ما فيش حاجة اسمها سلام احنا مرجعناش نسلم تاني على بعض لسه ما منسلمش لسه ما نبص لسه بنسيب مسافة مترين ما بينه وبين اي حد لو روحت اي مكان وحسيت انه زحمة وانا مش امان ان انا خشه بلاش هتيجي تاني يومين تلاتة لو انا مش لاقي كرسي على قهوة ربنا يستر ان شاء الله احنا مش عايزين نقول مش هتلاقي سرير في مستشفى فكرسي على قهوة هيتأجل يومين تلاتة احسن بكتير مانا نقعد نلف على المستشفى خصوصا ان احنا نوصل لقدرة استعبية ضعيفة شوية في المستشفى تبتدت السرير ركزة تقل فنقعد في البيت لو ملهاش لازم تنزل ربنا يحفظنا جميعا خط التعايش بس عشان الاقتصاد مش عشان الترفيه ان شاء الله ربنا يحفظنا جميعا ان شاء الله بشكر حليك شكرا جزيلا دكتور اسلام عنان استاذ علم اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الاوباء صباحك صباح الورد بشكرك شكرا جزيلا ومشاهدين يعني زي ما قلنا انه حياتنا ما قبل كورونا اتأثرت وبقت مختلفة تماما ما بعد كورونا شفنا مشاهير اتجاوزوا في جائحة كورونا فده حيخلينا نشوف بقى طيب ماذا بعد ايه شكل الافراح الفترة اللي جاية فترة الفتح في كورونا ولكن بعد الفاصل اشتركوا في القناة